انت ايه رأي حضرتك في الخط التاريخي والدرامي بتاع المسلسل؟ بصي الحقيقة فيه فرق كبير جدا بين الكتابة الدرامية والكتابة التاريخية المؤرخ لازم يلتزم بالحياد التام والمؤرخ بيرصد الظاهرة أو الواقعة أو الحدث أو حتى الشخصية ويكتب كل ما جاء عنها بحياد من غير ما يضع رؤيته الشخصية لكن الكاتب الدرامي من حقه يضع رؤيته الشخصية بمعنى ان حسن الصباح مثلا فيه مصادر غربية بتقول ان قتل أولاده وفيه مصادر أخرى بتقول لا ان هو لم يقتلهم من حق هنا المؤلف الدرامي ان هو ينحاز للرؤية اللي تخدم مشروعه الدرامي يعني لو هو عايز يطلع شخصية حسن الصباح شخصية دموية او شخصية لا مشاعر لديها ويستطيع من خلال مشروعه الخاص او في الظل تحقيق حلمه الخاص ان هو يقتل اي حد او يتخلص من اي حد فينحاز ان هو قتل أولاده ده اللي شفتها في المسلسل المؤرخ لا المؤرخ ممكن يذكر الرؤيتين يعني لا يستطيع ان يغفل احدهما يقول ان فيه مصادر بتقول ان هو قتل أولاده ومصادر لا فالمؤلف الرؤية عنده مساحة اكبر من الحرية عن المؤرخ طيب المساحة دي لها ضوابط ولا ملهاش لها ضوابط ان هو يفسر الحدث ولا يغير الحدث يعني ما ينفعش ان مثلا هولاكو هو اللي قضى على قلعة ألموت والحشاشين في بلاد فارس اقول لا حد تاني لكن اقوله لكو ده وفعه لده ايه ايه السبب اللي خلاه يقضي عليهم دي من حقي كمؤلف درامي ان انا اشتغل عليها طب حضرتك شايف ان فيه احداث تاريخية كتير كانت مختلفة عن الحقيقة ولا الحقيقة لا الحقيقة هو عبد الرحيم كمال يعني كان كاتب قدير جدا من وجهة نظري ان هو قرأ كل المصادر والمراجع المعتبرة وغير المعتبرة الغربية والعربية وانحاز كمؤلف درامي لللي يخدم فكرته فانا شايف ما فيش كل الاحداث السبتة او المتفق عليها جاءت في المسلسل كما هي في كتب التاريخ النقاط اللي مختلف عليها اللي هي من حقه جدا يعني مثلا زي استخدام اللغة يعني ولا شك ان في الفترة دي ما كانش فيه العمية بتاعت عصرنا الحالي لكن ده ككاتب من حقه وهو الحقيقة مزج العمية بالفصحة يعني نقدر نقول ان المسلسل كان فيه اللغة التالتة انا بشوف ان دي حاجة يعني حاليا احسن لان انت بتسهل على المشاهد ان جميع الاعمار ويقدر يفهم اي لغة بتتقال ويعني ساعات الناس بتقول مثلا انا مش حابب ان المسلسل بقى عامي وناس ثانية تقول انا مش حابب ان المسلسل باللغة العربية وشايف ان هي تقيلة فان هو يمزج بين الاثنين دي يعني بتهيألي كمشاهدة دي خدمت جدا المسلسل انا بتفق مع حضرتك هو الحقيقة كان زاكي جدا ان هو ما قدمش اللغة العمية الصرف طبعا اللغة العمية المصرية اللي بتختلف كل فترة ببا كل فترة تختلف طبعا واللي تختلف عن العمية العراقية العمية الشامية العمية الحجازية المغربية لا هو استخدم اللغة التالتة زي ما بنقول اللي هي الفصعمية انجاز بين الفصحة والعمية كان موفق جدا في الموضوع ده لكن استخدام اللغة العمية باللهجات المحلية انا شيء باعتبره غير جيد لاني مش هيفهمك العراقي مش هيفهمك الجزائري لكن فيه مستوى اعلى شوية من العمية واللي هو نجح عبد الرحيم كميل جدا ان هو يستخدمه ووصل لكل الجمهور الحقيقة لكن لو رجعنا لسؤالنا هو استخدم اللغة دي اختار اللغة دي اللغة دي مش هي اللي كانت مستخدمة انا ذاك لكن من حقه كمبدع ان هو يستخدمها بعض الاحداث التاريخية هو اختار فيها مواقف فيه اشياء اخرى ذكرتها زي مشهد الجنة مشهد الجنة ده اللي قاله ماركو بولو وماركو بولو ده لما كان حسن الصباح موجود والقلعة موجودة كان عمره السنتين يعني يستحيل عقلا ومنطقا ان هو يكون طلع القلعة وشاف المشهد ده دي نقطة النقطة التانية اني قلعة ألمة جغرافية وحسب ظروف الطقس لا يمكن يكون فيها لأنهار من لبن ولا عسل ولا خمر ولا 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 فمنطقيا وعلميا ما كانش ده موجود فكرة ان هو بيصنع جنة ويضع فيها بعض الفتيات الجميلات ويطلق عليهم ندول الحور العين ويخدر أتباعه ويدخلوا الجنة المزعومة دي أو المصنوعة وبعدين يخدره تاني ويخرجه ويقول له حب ترجع الجنة فأقتل نفسك أو اغتال فلان أو أو أيا كان السليب السيطرة اللي بيعملها عليه دي في المصادر المعتبرة مش موجودة ومنطقيا وعلميا مش موجودة لكن هو اخترها اخترها وعملها أنا شايف أنه ده تاريخيا مش المحك يعني من حقه يعني من حق عبد الرحيم كمال ما قدرش أقول أنه هو غلطان وأنه هو حرف في التاريخ وأنه هو بعد عن التاريخ ليه ما قدرش أقول كده؟ لأن كل الوقاع السابتة هو بس اختار طريقة كان حسن الصباح بيسيطر بيها على أتباعه والطريقة دي ممكن تكون مش هي الحقيقة التاريخية لكن من حقه ككاتب ينحز لها لأنه في النهاية فعلا النتيجة واحدة أن حسن الصباح كان له سيطرة تامة على أتباعه اللي كان بيسابوهم الفدائيين إلى درجة أنه إذا قال لأحد من أتباعه أقتل فلان يقتل أو أقتل نفسك يقتل نفسه ترجمة نانسي قنقر